أكد سعادة الدكتور عبداللطيب الراشد الزياني وزير الخارجية أكد أن إعلان البحرين الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين في مايو الماضي برأسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رعاه الله أكد الموقف العربي الموحد الذي يدعو إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة قال سعادة وزير الخارجية أن منطقة الشرق الأوسط عانت خلال العقود الماضية من حروب مدمرة وصراعات ونزاعات مريرة تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والأعيان والبنى التحتية وخلفت مآسي إنسانية مؤلمة وانتهاكت القوانين والمواثيقة الدولية وأصبحت تشكل تهديدا كبيرا للأمن والاستقرار الإقليمي وتنظر بمخاطر جسيمة على الأمن والسلم الدوليين جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة العربية في جلسة المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والتي ألقاها سعادة وزير الخارجية لقد أعلنت القمة العربية الثالثة والثلاثون التي عقدت في مملكة البحرين في مايو الماضي برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه الموقف العربي الثابت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الدول العربية قد تبنت جماعيا المسار الثاني مسار السلام العادل الدائم كخيار استراتيجي لا بديل عنه إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية في معركة السلام وبصفتها الرئيس الحالي للدورة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية تشارك مملكة البحرين في جلسة مجلسكم الموقر اليوم لتأكيد تضامن الدول العربية التام والتزامها الثابت بالسلام فقد أكد إعلان البحرين الصادر عن القمة الموقف العربي الموحد الذي يدعو إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية واتخاذ خطوات لا رجعت فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة لقد مثلت قمة البحرين رسالة سلام وتضامن للعالم أجمع فقد تبنت القمة عدداً من المبادرات المهمة أبرزها الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقد أعربت مملكة البحرين عن استعدادها لاستضافة هذا المؤتمر إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والأقليمية وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر